حتى يتبين لهم أنه الحق وقالنا أيها الأحبة نرجو رحمة الله لأنك إذا رحمك الله سبحانه وتعالى لا تحتاج لأي شيء رحمة الله تكفي رحمة الله سبحانه وتعالى كافية لكل الكائنات ولكل المخلوقات لذلك أول آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم الآية تتألف من أربع كلمات نصف الكلمات كلمتان فيهما الرحمة الرحمن والرحيم لذلك الآية التي أحببت أن أتأملها معكم أيها الأحبة آية تذكرنا برحمة الله آية تذكرنا بأن هذا الإله رحيم جدا تذكرنا أن هذا الإله يرحم عباده حيث إنك لا تحتاج إلى رحمة أحد لا تحتاج بعد رحمة الله عز وجل إلى أي مخلوق أن يعطيك أي نوع من الرحمة لأن رحمة الله تكفيك الله عز وجل يقول وعباد الرحمن لماذا هنا وضع اسم الرحمن لم يقل عباد الله لم يقل عباد الملك عباد الرب عباد الإله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هذه الآية أيها الأحبة اختار الله اسم الرحمن من أسمائه ليسمي أو يخاطب عباده فيقول لهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لماذا؟ لأننا إذا قرأنا الآيات التالية نجد أنها مليئة بالرحمة مليئة بالمغفرة يعني أنت في أقصى حالة يمكن أن تتخيلها الآن لإنسان يرحمك وبخاصة إذا أسأت له أن يعفو عنك يعني أنت إذا أسأت إلى إنسان أكبر شيء يمكن أن يقدمه لك العفو إذا ارتكبت مثلا مخالفة القاضي أقصى ما يمكن أن يقدمه لك هو أن يعفو عنك ولكن هل الله يكتفي بالعفو لا الله يعطيك حسنات بعدد السيئات التي كنت ستأخذها فيما لو أنك لم تتب إلى الله لذلك ذكر هنا في هذه الآيات الذين يزنون إنسان زنى قتل سرق ارتكب الموبقات ثم تاب إلى الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك ماذا يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني أنت كنت ستكسب مليون سيئة بمجرد أن قلت تبت إليك يا رب يعطيك مليون حسنا تصور أخي الحبيب رحمة الله لذلك ماذا قال بعد ذلك وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما يعني بدأ بالرحمة وانتهى بالرحمة بدأ بقوله وعباد الرحمن ليشعرك برحمة هذا الإله العظيم وانتهى بقوله إنه كان غفورا رحيما لتبقى تشعر بهذه الرحمة التي يعني ستستغني بها عن رحمة المخلوقات ورحمة العباد وتكتفي برحمة الله فهو يكفي سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق